السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين حبيبتي الكريمات مرحبا بكم في قناتي وصفات متنوعة وعلى طريقة الخاصة اليوم راح نشوفه مع بعض طبق رخامي هذا الطبق عبارة عن رولي باللحمة المرحي ورايحين أيضا نحطه معاه صدر الدجاج مرحي وراح نديره بالجبل يعني هذا البصفة هذه بزاف بنينة وشابة وتحمل لكم الوجه وتليق يعني في شهر رمضان الحانف وتليق أيضا يعني في المناسبات والأعياد من طوش عليكم نروحوا تعرفوا على المقادر وطريقة التحضير بالنسبة للمكونات شوفوا المكونات حضرت كامل مكونات قدامي عندي هنا يا طرفات ندع الحم الغنمي درت هنا زج طرفات ثم ديروا أي الحم تحبوه أو ديروا يعني لكاخكاس باش تعطيكم البنة المرقة عندي هنا يا 700 قرام انتع اللحم مرحي وعندي 700 قرام انتع صدر الدجاج مرحي أيضا يعني حنديروا نفس الكمية عندي هنا زيتون خضر من زوء العظام غليته زوج غليات يعني زيتون وعندي شامبينيون خسلته يعني بزاف يعني عدت مرات وراح ينديروا صوتي عندي زوج حبات بصلات هنا يا رحيتهم في الرقيق وعندي أيضا هنا يا المعدنوس وعندي القصب هادو رح نديرهم في المرقة والمعدنوس يعني لنقطع رقيق رح نديروه فلافخص وعندي هنا يا باقي المكونات شوفون عليهما ننضي حابات الي limous والمكونات عندي الملعقة كبيرة وعندي الفارينة عندي هنا ايضا هنا توابل عندي زنجبيل عندي كاري عندي الفلفل حار مرحي وعندي ايضا هنا الكركم وعندي ايضا ايضا الثوم يعني اجاف مرحي هنت Wind coming to القصص ثوم제 سو princip عندي ايضا هنا فيلفل اسود عنددي ملح اضفت 2 ملاعق ملعقتين كبار اضفت 2 ملاعق ملعقتين كبار اضفت 4 ملعقة صغيرة من زنجبيل اضفت نصف ملعقة صغيرة من زنجبيل اضفت 4 ملعقة صغيرة من زنجبيل اضفت 6 ملعقة صغيرة من زنجبيل وحسب التوم اضفت من زنجبيل اضفت ملعقة كبيرة ولكن لا امرت ملح اضفت توابين ونكتبه لكم في صندوق الوصف اضفت نصف العاقة صغيرة في الفلحار مرحي اضفت صدر الدجاج مرحي اضفت اثنين ملاعق كبار البصل اضفت لكم شتال مادنوس اضفت ايضا التوابين اضفت ثلاث فصوص اضفت ملح اضفت ملح اضفت ملح اضفت ملحقا اضفت ملحقا اضفت الضياف وفي المناسبات ، يجب ان يتم تجربه و يدعم الجاج و يدعم الجاجة و يجب الهام يتم تجربه و سوف تجربه من المناسبات و يجب أن يتم تجربه بعد حمر الحم ، حضرت البصل من قليل البصل ، نضيف الكوركم نصف من العاقة صغيرة ، و نصف من العاقة صغيرة نضيف ملعقة كبيرة الفارينة نضيف ملعقة كبيرة الفارينة نضيف ملعقة المكونات نضيف ملعقة استخدق الخanto ومن بعد اخذت مقلة وضعت ماركارين ويقوم بتقليل شمبينون بعد اخذت مليح شمبينون وقطرته ونقلي به سوف نقليل صوتين ومن بعد اخذت مقلة مشيه في الكهل فلنضع هذه البنة لنقوم بتصامت جغلتمه في القدرة هي من الاحسن يقوم بتقليل صوتين وقطرته في المرقى واضفت ايضا زيتون قطرت لكم اخذت زج غليات قطرته واضفت ثانية القدرة يعني الخاليط المرقى يعني المرقى التي سوف نقوم بها الطبق الرخامي اذا اخذت هنا ورق بلاستيكي كسلتم له على الطاولة ونقوم بتقليل صدر الدجاج المرحي المتبل سوف نقوم بتقليل ورق بلاستيكي ونقوم بتقليل صدر الدجاج المرحي المتبل ونقوم بتقليل منطقة ونقوم بتقليل صدر الدجاج المرحي المتبل ونستفع له كامل يعني كل واحدة ديل بطريقة تساعدها المهم بجيبه هكذا المستطيل ونقوم بتقليل صدر الدجاج المقسم كمن الجود بنابط المتلط ونقوم بتقليل ونقوم بتقليل صدر الدجاج المتبل بنجل صدر الدجاج المارت بعض الناس طويل يعني. هذا الشيء سنقطعه على ثنين. بس كيف لا نقدرش هكذاك نحطه في السنواء. جاني كبير بززاف. اذا هنقطعه على ثنين. ونزيد ندبليله لهذاك الورق البلاستيكي. باش نتأكد بليه ما يخرج ليش هاداك البيونداشي ولا الاخر من الطرفات هادوك. يعني بالجوانب. شوفوا هنا عود غلبته كامل المليح. ونحيله زيادة بينسوخ هكذا شوفوا نزيره كامل المليح. باش يتمسك المليح هكذا كما راك تشوفوا. كما قلت لكم التوابل ديروه على حساب الدوق وثاني كيفاش نقوله احنا. لحم تانيك ماشي لازم تديرو لحم يعني ديرو الجاج ديرو. اي حاجة تحبوها يعني. ولا حتى تديرو العظومات يكونوا عدنا عظومات ولا يكونوا عدنا الجناع ولا يعني يكونوا مبيناتنا كالمهم البنة. ولكن تانيك نقل شور وحتنا نهار يكونوا المكونات. تانيك نطيبوه وناكلوا يعني كما قلو مع ولداتنا. نقل شور وحتنا وإلا تانيك تعد ديار تانيك حتمرو بيه وجهكم. راح اديرو بطريقة هدي. شوفوا بعد هنا حطيتوا في ورقة طايف. فقط لكم من الورق البلاستيكي. وبعد داتوا في ورقة طايف. زيارتوا مليح ودوك راح نديرو ورق الالمينيون باش هكذاك يزيد يتماسك كتر وكتر. وما يخرج ليش يعني كي نديروه في الفرن. وممتن راح يجي يعني شايد روحو. شوفوا هنا يا زيارت مليح مليح. راح ناخد هدا الفرن. راح يدخل يعني للفرن. راح ندير لود. شوفوا درت المسخون. ها بدايا نلحق شوية لنص ها بدايا. ونخليه يعني في الفرن نشعل ملفق ومن تحت ونخليه طيب حوالي ساعة او لا. وانتم ما يعني كل واحدة الفرن تاعه. المهم حتى تتأكدوا بلي طاب. شوفوا هنا بعد ما طاب. راح نحيت له كامل هدك الورق هدك. ومع هدك الغيلة في البلاستيكي. وفل مع الورق الالمينيوم. ودقوش راح ندير. نحيله كامل. ومبعد ندهن هدك ندهل هدك القالب هدك. ندهل هدك القالب ومن بعد راح نعود رجعه للفرن. ونشعله يعني ملفق ومن تحت. كما راك شوفوا ندهنه كامل بشوية مرغارين او زبدة. يعني كما تحبو هنا. شوفوا. دهنته كامل باش تعطيني هدك الحمورية. يعني سمحوا لي و لا راني نزرب. باش هكذا. يعني خفت يعني روح للمقاطع. بعد ما نقضيش نحق الفيديو. اذا كشي. يعني من ذاك من ذاك. نصو طيمن ونجي من. المهم نمدلكم كامل تعليمات. شوفوا هنا يكمقتهم. شوفوا هناك حمرتهم من فقه ومن لتحت. شوفوا كش جا حمر. وذكراني نقطعهم دوائر. ديرهم شوية متساويين. يروا هكذا. كما نقوله. السمك تاع. كما نقوله. سنتيمة. واحد سنتيمة. لا تخشنوش بزاف. وتانيك ما تديرهم. لا تخشنوش بزاف. واحد واحد ونص. يعني هنا شوفوا هاد الاشياء كامل تبقى كل واحد كيفش يدير. ولا كل واحد كيفش يشوفها خير. وانسي جامي. ممكن نختلفوا على هذي. ما فيها والو هذي. ما نقوله سوات تحبوا تقطعهم شوية غلاط. تحبوا شوية وعدي رقق شوية. في الحومات كامل. كلي حب الغنمي. كلي حب الجاج. كلي حب صدرت على الجاج. كلي حب الفوق. يعني كل واحد وشي يحب. هنا كل واحد وشي دي. انتم تدوا الفكرة. تدوا الفكرة كامل. وشوفوا التوابل هذي. اللي يتلائموك. او اللي يتوالموك. مع فاري فزوم بالحم المرحي. ولي يتوالمو مع الجاج المرحي هذك. انتم تدوا غل الأفكار. وانبعد هنا كل واحد كيفش يقدر يزيد ولا ينقص. شوفوا هنا بعد ما ستفتو فيه صحن. درت هذيك الزيتون. ودرت هذيك الشامبينيون. وحطيت الحم الفوق. زينتو بالمعدنوس. درت له القارس. كما ركتشوفو. طابق بزاف شباب. راح ينديرو في الاعياد. ولا في المناسبات. ولا يعني للضيوف. ولا حتى اللي روح تيكم. مهار يكون الخير ان شاء الله. راح ينديرو به هالطريقة. ايدا وش نقول خياتي عبابتين. تمنى ان شاء الله هذي الوصفة تعجبكم. تمنى ان شاء الله ايدا تجربوها وتعطوني رأيكم في التعاليق. والناس اللي اشتركت ودخلوا في القناة نقول لكم كام. مبارك الله فيكم. وتانيك لماذا ما اشتركتش نقول هاد دخلي وشوفي بلك تلقي الوصفات لك تحوسي عليهم وليعجبوك. ايدا في الاخر نقول خياتي حبابتي فرجا ممتعة للفيديو. طالوا في روحتيكم دمتم فرعية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.